أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمسيرة نادي قرطب الإسباني في دور الدرجة الثانية الإسباني وتحقيقه فوزا جديدا في الأسبوع الثالث عشر على حساب ميريدا صفر ثلاثة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أنه حريص على مواصلة دعم الفريق في مسيرة تحقيق الأهداف المرجوة نحو المنافسة القوية على الصعود إلى الدرجة الأولى مبينا سموه أن النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق تؤكد النوايا التي يمتلكها اللاعبون في تحقيق أهداف النادي خاصة أن جهودهم الكبيرة أثمرت عن تحقيق لقب كأس الاتحاد في الفترة الماضية وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن بقاء قرطبة في الصدارة يعطي اللاعبين حافزا على مواصلة بذل الجهود في الجولات القادمة متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح وبفوزه على ميريديا رفع فريق قرطبة رصيده إلى 31 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة